بعد أن امتدت إلى العراق وتحديدا قطع الحضر بمحافظة نينوان أزلت للترفع الاستعدادات في إقليم كردستان ليدخل في حسابات الأخذ بالحيطة والحضر فقد عقدت وزارة الإعمار والإسكان فيها وبحضور رئيس حكومة الإقليم جلسة لتقييم حالة المباني ومشاريع البنية التحتية الحالية والمستقبلية من الناحية الهندسية اتخذنا إجراءات تهدف لحماية الإقليم من مخاطر الزلازل باعتماد آليات جديدة سنقيم فيها طبيعة إقامة المشاريع والمباني في الإقليم ووفقا لخارطة الخط الزلزالي فإن الإقليم يقع ضمن المنطقة المتوسطة ذات المخاطر الزلزالية وبالرغم من أن سكان إربيل ودهو كونينوان شعروا بقوة الهزاة الارتدادية فإن هيئة الأنوال الجوية والرزد الزلزالي أكدت أن تأثيرات الزلازل التي تضرب تركيا بين فترة وأخرى سيكون تأثيرها على عموم البلاد ضئيلا جدا هذه المنطقة ما تصير بها زلازل مثل ما حدثت تركيا أو مرات تصير بإيران أو مناطق أخرى لكن تأثيرات هذه الزلازل التي تحدث بدول الجوار أكيد سيكون تأثيرها على العراق وبالذات على الشمال العراق بس تأثيرها ما أعتقد يعني تصير بقد الزلزال القرن مثل ما حدث حاليا بتركيا لأننا أولا عراق قريبا من تركيا وقريبا من إيران وكانت المراسد الزلزالية قد سجلت هزة أرضية خفيفة ضربت قضاء الحضر بمحافظة نينوى دون تسجيل أي خسائر تذكر أو أدعات المواطنين إلى الابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية في وقت كثف الإقليم من إجراءاته للحفاظ على سلامة المواطنين من أي مخاطر زلزالية قادمة بشير الحسن قناة الفلوجة أربيل شكرا